الدراما المغربية حصريا على الإذاعة الوطنية دار الإذاعة والتلفزة المغربية تقدم وانتي سعد السعد والسعود وفدالك ما عندها حدود وقدامك بالخير كاتجود محبوبة وحبيبة والصرخة القريبة محبوبة وحبيبة والصرخة القريبة صيا وكريمة ويدها مندودة للناس حنينا ورحيمة والسماحة حلا والباس الله يرحم للا طهرة الله يرحم للا طهرة الله يرحم للا طهرة تمثيلية مسلسلة كتبها للإذاعة أحمد الطيب العلج إخراج الهشم بن عمر الحلقة السادسة عشر بغية تلت شهور تلت شهور تسبق قلت هل عزيز كرة يوافق ومنحي يجلبتين بدا الخدمة حتى نشد الفلوس هم اللوولين شنو وياك هذا كلام كنت يا أمي الباتول عاود أمي الباتول الله يخليك ويخليك معز عليك خليني نقول لك خالتي أو عمتي قولي لي عميمة واخ خالة لا عميمة يكنت اللي قلت لي من بدل الخدمة ونقول بسم الله حتى نشد تلت شهور تسبق كينا ولا ما كيناش كينا ولكن أنا في الحقيقة التزمت معاك بلا ما نتشاور مع أخي أو على الأقل من خبره عاش ظهر لك الحاش ما ما كاي مشكل ما كاي مشكلاتي وها اللي بغت محتاجة محتاجة عزيزي وبغيت غير تلت شهور على سبيل التسبق يوا وكيف غادي ترضيها مئة آلاف فرنك في الشهر هاكو دات تافقنا لا بدلت نظاري غير خمسمائة درم في الشهر ورانا ما زال ما حييت جلبتي يوا على هذا على هذا الحساب غير خليك بتجلبيتك لا تحيي دي عاش لا يحيي الزمان ولا يبعد البلا ما بغيت تسبق ما عندي شورط بغي نخدمها عزيزي الله يلا لا البيت طلس وستلي في العظم غير الثاني عور ما تسديش عليا الله يشد لبس حياتك ووليداتك الله يخليلك للاعميمة يوا ما احنا شي غادي نشريو الحوت في طه البحار خدمي معنا شوفينا جربينا ونجربوك ودك الساعة تلبي وخودي قابلة قابلة وهتجلبة ها هي حييتها عليا بلا شورط بلا مقدمات شنو غادي نعمل عزيزي أش غادي نسبق أولا فوقت الخدمة غادي تبتلع لي هاد اللبسة حييت عليا لمين يجي من المعلوم وحاجة أخرى من ناحية اللباس عندي وكتير ومتنوع مخصني حتى أخر البلدي والرومي يا كل اللعما ما ناس زمر قالوا كون بشهوتك ولبس بشهوت الناس وانا ما غادي للبس غير بشهوت عزيزي سيدي الحج عبد القادر ها 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 الحج عبد الباقي عبد الباقي ها 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 سمحوا لي الحج عبد الباقي ايوا شيري لبيتك وبدلع لي هاد اللبسة وعملي عليك شي حاجة اللي تستر ما استر الله هات قضيبة في الخدمة ما شدة شي وما شيم الصواب ما عندي ما نقول واش انت عزيزي ما بق نبدل هاد اللبسة ها ها ايوا يا شأن محل عمحل اه قالت لي عميمة للا الباتول انت بوحدك اللي نسمع كلامك اذا ما الاوامر ديالك ها انت انا غادي نفتح هاد الباليزة وشوفوا وش حال عندي ديال القفاط وش جلالب غير الاشكال والانواع ها انت وما شوفوا وما عاديش نفشر عليكم ونقول لكم مراني كنت خدامة في الخالج عمري ما خدمت خارج بلادي وهد شي كله وما زال عندي في دارنا كتر من نوع كله من عند الجواد اللي خدمت عندهم الحاج مرزق الله يرحمه كان الى مشى العمرة يجيب لي تفصيلة وإلى مشى الحج يجي لبتفصيلة وحتى بنات ولاد الحج لهاشمي غرقوني بخيرهم والهدية ديالهم غير من الماقن واش غادي نقول لك عندي كتار من عشرة اما الشروت انا هاد الشراء كانت مغي شروت عدو لا تحصي حتى انا اللي غير مسكينة ودرويشة كان صدق والله عمري ما بعتشيل بسفسق البالي فر الصدقة 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 والصدقة ركت دفع البلع جابهم الله هدية حتى نقدمهم هدية محتاجة ترون بزاف مليش فتك المرة اللولى بنتي لي شاكتة فعلا كنت شاكتة عرفت عش كنت شاكتة اه باش انتوخيني ونقول هذي دروشة وفمها شاكت ما فيها ترتارة بعيد البلع لي ما لا دروشة ولا فمي شاكت وعلاش كنت شاكتة كنت يا للا عمي ما كنوزنك ونعايرك كنت نبحت من كلامك واسلوبك عنماك وهواك الحق دابا صافي عرفتك صلاة عن نبي عرفتيني ضقتيني وضربت منك غلقة شربتك هماء واش بانك فيا ايواء قالوا زماني يا للا عمي ما لا تشكر للدملي مع عشرتيش عام لا غير الحويج عندي ونقول لك حاجة وهادي يخوديها من خير حسنتي الحاج مرزق الله يرحمه ونعمه وليه لي طيحه لي فودن كانك يبغيني ندور الشغال قدامه بالمينيجيب وكان كيعجبول حل كان كيعجبول حل ولا لبسية مقدودات أنا كان نحياً اللح servant الله أنه الذي كان في الزمن بعد سننسى ما كان ما عنده مع الزمن بلوت جين ديري الشغال بالمينيشيب هادي عمري ما شبته لا واعدش اللي كان في الزمن يا العميمي يا للا الباتول بالحق كتغادي نسى مغيت نسولك واش انتي غادي تسكني معانا ساكنة معانا هنا ساكنة معاكم؟ شكو متوم؟ انا وعزيزي عفوان عزيزي وانا لا غير انتي وعزيزك ايو على هذا القبال عزيزي يانيق واذا اذا هو الحقي لكي نبس وكيف يلبس وكيف يرغي هو يشوفني يو راح تلبسه لكساوي شهاوي او العزيزي ستطوى ده سيدي ايه ايه زمان هذا وعيو زمان الله يرحمك يا للا الطهراء كانت منك تشوف شي شيئا جب على هذا كاتولي يا عبد البقاء يا عبد البقاء الله يعبينفضو وكان على الترفل في السنة هديما يا ربي عمر قلبي بيك وشغل بالي بديك ركياد الكرام ويد الجلال واجعل الحق فيا فالي ولب قوالي فين مارمتني القدرة حل وترحال واسماء كل حسن عرباحي ورأسمالي ترديد أنفاسي هنا قلبي رحت البال يا ربي جعل قلبي بالخوف منك مالي ولا تجعل قلبي بحنقي سلاسل وغلال يا ربي زيد بنا الخير زمان هذا وأي زمان وما زال يا زيد الحاج إلا زكالك الله العمر شوف العجب المتعجب الله يبقي يشتر ما بقى تشي شي وحدا من هذه النخدامة دياليوم كدع شم تماما هو تعلمنا الصلاب احتحنا أتنزع الحياة لعياده بالله وحتف مالين الديار وإحنا يا للا عميمة ما إحنا إلا متعلمات وحتحنا بشر ما أنا إلا بشر عندي قلب نادر وعيني مفتوحين وعيني مفتوحين كنشوفه نتعلم والله أنا ما تعلمت الصلابة والجوابات ومقالات الهضرة إلا من الديور فاش خدمت واللي عندو وجهات نادر أخرى إحنا هنا كلنا عندنا استعداد باش نسمعوه ونقشوه وإلا كنا متحضرين الجيدة الحق مشروع ولكن بالله هي أحسن وحتى حد ما عندو الحق باش يتهمني أنا متعلن بالعقوق إلا كنت ضد هذا الزواج وحتى حد ما عندو الحق يقول علي يا مسخوطة إلا شفت بابا غادل الهوية وقلت له وحتى أنا أختي حليما بغي أنتبع خيط طهر ورأى خيكي في انتين أختي الوليد الله يرحمها والوليد الله يزكي عمره مع المناقل غير محبة الجامع الله يخليك أختي حليما فهمني علاقة عقلي وما تقوليش هذا تفكير رجعي أو متخلف أنا مع الحكمة اللي كتقول اللهم عارضة الولدين ولكن والدنا ضعاف أو خرج لهم العقل حتى واحد في هذه الدنيا محمق أمنا كان تقزينا وعاقلة وبانا الحجر عبد الباقي من عقل وطفور قتل عقول وإلا غير حبهاك داك وبغاي حمق وإلا غير جاهاك داك ونزل عليه الحمق إذا بالي بغاي تزوج ويعمل الحلال نقوله حمق نزل عليه الحمق باباكم ما بغاش يعمل الحلال باباكم بغي يعمل سفاها الزنداقة خرجا طريق باباكم بغي يعمل حكاية حتى شاب عاد حلقوا لي الحجر الله يخليك أستهامي لجي ملسانك وعاقا في رأسك ما تقول بابا ما شي قد في أمك وإلا شفتي ناس كتنع لك وما قلت راحنا غير كان وقروك وكان حتاق موك غير لوجه اختنا إيوا هذا ما بقى يخصنا غير نسيبنا يوصف بابا نفس فاها والزنداقة خرجا نتغيق أوزن كلامك أستهامي وعاقا في رأسك ما تقول أغزع ما نسيبك وباين مغاتك وعندو عليك انت بدا تفضل كتيرا وعمل معاك اللي ما عملو حتى مع واحد في رجال بناتو ما زال عندك ما تقول آخر يا كنسة وإلا عاود سمعت شي كلمة العيب أخرى عاد غادي نقول لك اللي ما زال ما قلتوش غادي نسمعك باش تنقيو ديناتك قلتي فبانا اللي ما يقولوه شي العاديان وحنا ساكتين تنقولو دابة حشم دابة يهديك الله وتعمل سالك الجامو وتقول سليتي تقرأتي أو بقى لك ما تقول انتهيت ومبقى عندي مانقول ولكن رانا مازال مدرجعت ما بقى عندي قدرة باش نزيد نسمع منك شي اخرى وانتي يا اخت حليمة يا بنت اممي ابب انا رانا مأمن بان الله سبحانه وتعالى معارضة الوالدين واخها مبقة شموضة او نوع من التخلف واش كون قل لك يا اختي كنزة اللهم معارضة الوالدين مبقاتش موضة ها انتي انتي عجوبة شكون فيكم سمعني كنقول والله معرضة الوالدين ما بقعتش موضة اسمعناك كلنا كنزة انا قلت هاد الكلام حتى إلا ما قلتشي هاد الكلام بصارح العبارة راحنا فهمناه من كلامك الملغوم المرموز يا والله يسمحك يا أختي يا كنزة انا كلامي مرموز وملغوم اسمحي لي ايلا ما عرفتش نعبر ولكن أختي اللي واضح من كلامك هو انك انت ضد هاد الزواج وانا بصراحة ما نقدرش نقول البابا هادي عملها وهادي ما تعملهاش عقلي ماشي قد عقله وانا ماشي مغرورة وما نقدرش ندخل في شؤونه الخاصة ولا عندي الصوت ولا عندي غاصل اللي يترفع قدامه رأيه هو الرأي وشواغه هو شواغ حتى بالنسبة للأمور اللي كتخصني وكتخصوا لدي دائما كانوا ما زال وغادي يبقى هو صاحبه غاي السادد والكلمة الواجهة والمسموعة لا حول ولا قوتي إلا بالله العلي العظيم هاش ظهر لكم في هاد تخلف كيفاش الوحدهم كله يتفهم مع إنسانك تفكر هاكدا أمرا مأمنة بأنها ما عندهاش الحق يكون عندها الري ايوالا حول ولا قوتي إلا بالله رأيه ما شرجا اللي ضال منا احنا احنا اللي ضال من نفسنا شكون معا وشكون ضد غيتا اش ظهر لكنتي؟ بالعكس أنا على ما ظهر لي أن كنزة عندها رأي عبرات عليه وموقفها كان واضح ثم أنها ما خلت غير الحق هاه إلا كنا عندنا استعداد باش نسمعوا كلمات الحق أنا بعدك تعرفوني من طبعي مغنانة وعنيدة وكان جادل في الحق وفي الباطل ولكن ما قدرش نقول بابا ما تزووش ما قدرش نحجر عليه حقه وحاجة أخرى إلا كان عندنا كلنا استعداد باش نفهموا مسألة الزواج رأيها مسألة خصوصية عباد الله وتدخل فيها بلا إرادة المعنية بالأمر أو المعنية بالأمر فضول تطاول تدخل في ما لا يعنيه اهه سمحولي أنا غادي نكون فضولي وغادي ندخل في ما لا يعنيني وغادي نقول الواليد إلا 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 وانت زعمات قدرت ترفع صوتك قدام باك وعلش الله على هانا ما كان عارفكش كيفاش كتتتكلم مع اببك وكيفاش كينخافض صوتك قدامو حتى ما كيبقى حد يسمعك شنو كتقول وكيفاش كتولي حشومي ولكن هاد المرة حاج أخرى هاد المرة سعد غدا تكون معاك جاكلين اللي هي السند والماداد باش تولي قليل الحيا الله يخليكم الله يخليكم أنا عندي غير كل ما صغيرة بغيت سمشي في حالك بغيت سلت أيها سيدي إلا كنت انت ما كتفم غير هاد اللغة الهبطة أنا بغي نقول جوج كلمات وانسلت وطفلت وانت أنسي ابنا السيتامي العزيز عندك شي مانية لا غيره كان قلتي لا كنا 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 كلمة وحدة وبلسان واحد تكون كلمتنا مسموعة وحسن ما تكون متسردمة ورأي متاعنا مشتت وممزق وزع ما هاد الموضوع البسيط هتا هو عنده قابلية لهاد الكلام الغليد والعبارات المنفوخة تشردم تشتت تمزق أسي تامي آه تامي خلينا نحتارموك وأنا بكل بساطة وبكل احترام ومحبة كنت طلب منك تدخل سوق راسك وتخلينا نحتارموك وانت اللي يبغي يتكلم كاتلق فوق وكاتبغي تشكتو ندخل سوق راسي أعلى هنا براني عليكم تامي خليه يكمل سمعيني مليحة حليمة انت دائما كتحبي الشجاعة والجرأة فأخذ المواقف في الإدلاء بالرأي والصراحة حتى الصراحة والصدق يرخص كل واحد فينا يكون شجيع مع رسو عاد مع ناسو ويواجه نفسو بالحقائق قبل ما يواجه الآخرين وأنا الآن كنقول لكم كلكم أنا ضد هات الجواج واللي مع هات الجواج من خوتي كلهم ولكن ما نقدر شي نواجه الوليد بهذا الرأي رأيه هو دائما الأقوى وهو الأرجح فأعماله كلها تصرفاته كلها مبنية على الموضوعية والواقع والمنطقة وأنا أيضا وبكل ما في الصراحة مصراحة أنا مشغول عارفينك مرشح الانتخابات المقبلة أيها السي عندك شي مانع عن سيبي أسمعت أنك بتلتي الحزب ماشي هذه المرة اللولة وللاخرة وزيدون أنا ماشي زمني أنا أؤمن بالتطور بالجديد بالتغيير ولو كان كنت أنا هو أختي حليمة لو كان زمان بدلتك حتى أنتا سمحوا لي الله يزازيكم بخير أنا ملتزم مع حزبي الجديد وخاصني نكون في المستوى على الأقل باش نضبط أوقاتي ومواعيدي مع رئيس الحزب باش نحرز على تقات المناضي لي واكدة تكون الصراحة وإلا فلا وأيضا نزيدك وبكل صراحة لو كان عرفت هذا الاجتماع سيكون حول هذا الموضوع وأنتا أنتا بالذاتا ستتحضر واللهي ما كنت ستجيب الله سمحوا لي هذا الشي اللي عندي وما عنديش الوقت باش نضيع في مثل هذه الاجتماعات الخوية أو من اللي أنتا مشغول بالانتخابات لش جاي؟ ما ظنيتك شي غادي تكون حاضر أنسيبي وزيدون ما جيت شي لعندك ثم أنتا خاصك تحشم وهذا السوق بعيد عليك شحال إحنا اللي بقينا؟ تكلموا؟ قولوا إحنا خمسة في عيني نعدوك أنا الحمد لله ما عندي حتى عدو إذا أنتوا مبوحدكم اللي بقيتوا معايا راح إحنا اللي بقينا عندك هنا يا واحتى واحد ما معك فهذا المعارضة الفاشيلة واللي ما عنده حتى شي معنا يا حاليمة رجلك بوحد هو اللي معاك وبالأحرى نتيلي معاه باعتباره هو المنظر والمخطط لهذا المعارضة ودابا وكان أش بغية تقول انتي؟ بكل بساطة حتى واحد فينا ما يقدر يقول الحاج عبد البقي مدجوج مطلق وحتى أنت سي ساعد الشجاع حتى أنت ما تقدر شيء ساعد سمعتي أشكي قول الراضي وإلى جتي تشوفي يمكن عنده الحق يمكننا نفكر بحال كنتي أحليمة ولكن ممكن ينتظر إلا بحال أخرين بحال أغلبية وإلا غاينتسمى مسخوت الواليدين أنا نقدر نواجه نقدر نقول له أعمل حاج متجوش وهذا الجواج سي حرم عليك وش كون حرمونتا؟ ولكن هذا هذا الله يخليك الله يخليك أنت أول ماشي ولدو ورام يسمع منك تحاجة حتى كلمة وكلامك عنده ومعنده لا أطار ولا قيمة من هذه كل بيع وشرية اللي كنتي عمتي معاه لما تلح فيها الأفضل لرس المال يك مازال عقل سيد تامي بلي مرا حتى رس المال اللي كان عطاك الواليد طرف فكرة غراب يك بقي عقل زعماء أنا أكلت له رس المال لكن لو ألو قطوط أتهمي رغم المرؤى والإنسان يخصك تحشم شوية غير بشوية أضعف الإيمان حاليمة حاليمة قولي الرجل يسكت ويحشم وعلى أنا ماشي نسيبو الرجل خطكم الرجل بنتو انت ماشي ولدو ومع ذلك انت ما تقدر تقول له ولو من اللي كتوقف حداه كتدوب كتقلص كتمسخ وحتى اللي عملتي على وجك قناعة الحديد لنتو ولدك جاكلي المرأة السعيد وقلت له غير شي حاجة أنا غضي يطليكم أنا ساكت أنا ماشي ضد جاكلي المرأة السعيدة لا يوجد مرأة السعيدة يعرف المال يعرف البيان أنا ساكت موصيبتنا كلنا عندنا الحق وما عندناش موصيبتنا هي التخدول والجوبن أفكارنا وإعتقاداتنا وإيماننا ما شي هي أقوالنا وأفعالنا ومواقفنا أوه يا تأشي والقلول واللي في قلبنا دواخلنا شي ودواهيرنا شي آخر الظروف وأحكم الظروف سلاسل في عناقنا ووجوهنا فيها ألف قناع وقناع التزاماتنا مدبدبة مواقفنا مدبدبة وقبل التغيير في كل لحظة ما قبطين حتى في شي حاجة كل يوم في شأن ايه وشأن متاعنا ما صبح شي يومي صبح آني وحتى كلامنا مبهام وفضفاض وعنده قابلية مذهلة لتأويلات لحدة لها ولا حصر كلامنا صبح فيه نعم ولا فوقت واحد ما كتعرف لا مؤيد ولا معارض لا معك ولا ضدك من ينشد الحقيقة المطلقة أو الموقف القار التابت يطلب المستحيل وحتى لحد الأدنى صبح مستحيل أنا متأكدة بالأخوتي وخوتتي كيف أكبروا بحالي ولكنهم كيتصرفوا بمقتضايات الظروف والمصلحة كنتم في الاستماع للحلقة السادسة عشر من التمثيل المسلسلة لايرحم للا الطهرة كتبها للإذاعة أحمد الطيب العلج شخصها لكم حبيب المذكوري المحجوب الراجي أحمد الناجي رشيد الحراق الهاشم بن عمر سعاد خوي إكرام البصري عزيز فاتحي نعيم الزياني وحميد زيان ضبط الصوت وسجل الحلقة الحسين الخرمودي ساعد في الإخراج حميد زيان إخراج الهاشم بن عمر موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موسيقى